وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالاند قال إن الجيش الإسرائيلي يعمل على استكمال عملياته العسكرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومنطقة جباليا شمال القطاع وأوضح أن الوصول إلى قادة حماس في مدينة خان يونس ما هو إلا مسألة وقت في التطورات الميدانية فإن تواصل ارتفاع قتل جنود الاحتلال يشير إلى حجم المقاومة الضارية التي لا تزال موجودة في مناطق شمالي القطاع وهي بيت لاهية في الغرب وبيت حانون إلى الشرق حيث تدور هناك اشتباكات عنيفة رغم زعم قوات جيش الاحتلال السيطرة عليها وأن الفرقة 162 التي قادت التواغل فيها سلمت المنطقة لفرقة غزة يأتي ذلك مع مزاعم يروجها الاحتلال الإسرائيلي عن تفكيك الكتيبة الشمالية في كتائب القسام واستكمال احتلال بلدة جباليا شمالي غزة حيث تتقدم قوات الفرقة 162 فيما يقع مخيم جباليا تحت حصار خانق من الجيش الإسرائيلي إلى أن كتائب القسام أعلنت استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة اليسين واستهداف قوة إسرائيلية في منطقة تل الزعتر بقذيفة تي بي جي وأكدت مقتل ثمانية جنود فيما عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة الذي تحول إلى مأوى لألاف النازحين ما أسفر عن تدمير أحد مبانيه جزئيا وقصفت الدبابات الإسرائيلية بوابة المستشفى وساحته بعدد من القذائف في حين تتواصل الاجتباكات بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في هذا المحور الذي كان سابقا أعلن جيش الاحتلال السيطرة عليه فيما أعلنت كتائب القسام تدميرها آليات إسرائيلية وخوضها اشتباكات مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في حي الشيخ رضوان وإيقاع قتلى وجرحة في صفوف الجنود الإسرائيليين بالتوجه إلى وسط قطاع غزة تستمر الاجتباكات العنيفة هناك بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال المتمركزة تحديدا في منطقة المغراقة فقد أعلنت كتائب القسام عن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة داخل مبنى والاشتباك معها حيث تحاول القوات الإسرائيلية تعميق توغلها باتجاه مخيم البريج ومخيم النصيرات في المحافظة الوسطى من جهة الشرق على صعيد جنوب قطاع غزة فلم تتحقق قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدماً لافتاً فتروج قوات الاحتلال لتمكنها من دخول بلدة بنسهيلة شرق خان يونس لأول مرة منذ بدء التوغل البري في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة لكن القوات تتقدم ثم تتراجع وسط ضراوة الاشتباكات حيث تمكن مقاتلو قسام من تفجير منزل تحصن به جنود شرق المدينة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بالإضافة لاستهداف دبابة ميركافا وناقلة جنب بقذائف الياسين كذلك أعلنت كتاب القسام استهداف تحشدات لجنود القوات الإسرائيلية شرق مدينة رفح لأول مرة بقذائف الهوم من العيار الثقيل